بسم الله والصلاة والسلام على الأشعر في خلق الله سيدنا محمد نستكمل شابتر نمبر 5 Mechanical Properties of Material خواص المواد اليوم هنتكلم عن الـ Young's Modules اللي هو معامل Young Young's Modules برمز برمز أحياناً وعي برمز E capital Also known as a Tencel Modules طبعاً يعرف أحياناً برضه أنه بالتنسل Modules معامل الشد تمام معامل الشد or Elastic Modules أو معامل المرونة طبعاً هو Young's في كذا نوعاً من معاملات Young حسب الإجهاد والإنفعال في المادة إذا كان فيه إجهاد طولي يعني ناثي عن شد يبقى معامل يقابلوا إنفعال طولي يبقى في هذه الحالة معامل اسم معامل المرونة طولية إذا كان إجهاد ناشئ عن قص Share تمام يعني أنت لو تشير كده لو أنا عندي شكلي بهذا الشكل وأثرت بقوة في هذا الاتجاه وقوة في هذا الاتجاه نجد أنه يحصل نوع اسمه قص اسمه قص والزاوية بالمجلة برمز 5 هذه زاوية قص Share ده في هذه الحالة المعامل يسميه معامل المعامل أو معامل القص معامل القص لو كان فيه التواء لو أنا عندي سل يسل كده أثرت عليه بقوة في هذا الاتجاه ده بسموه معامل الالتواء معامل أو معامل المتانة هو معامل يعبر عن مدى مرونة المادة ويوضح كيفية تصرف المادة تحت تأثير القوة وهو علاقة خطية يعبر عن مدى مرونة المادة يعبر عن مدى مرونة المادة and is a quantity used to characterize materials وكمية تستخدم الوصف المادة تقول لك المادة دي الاسيك ولا بلاسيك يعني مادة مرنة ولا مادة لدينا It is defined as the ratio of the stress هو يعرف عنه يعرف انه هو النسبة بين الإجهاد والإجهاد والإجهاد الذي أخذناه force per unit area قوة على مساحة along and access خلال المحور To the strain إلى مين إجهاد على انفعال والإنفعال خدناه ratio of the formation of over initial length عبارة عن نسبة التغير أو التشوه الحالس في المادة over initial length على الطول الأصلي أو طول الابتدائي along that axis خلال نفس المحور in the range of stress في مدى الإجهاد in which hooks low holds هذا يبقى في مدى الذي يعمل في قانون hook يبقى معامل يانج رمز بالرمز A هنا ويمكن Y capital أو رموز أخرى عبارة عن tensile stress على extension stream يبقى إجهاد على انفعال إجهاد على انفعال وخدنا إجهاد عبارة عن قوة على مساحة قوة على مين على مساحة وطبعا هنا المساحة الأصلية تمام يبقى F على A نط أو F على A أطول بعلا الإنفعال هو التغير في الطول أطول أصل دلتا L على L نط لما نعمل رئيس الانجل المعادلة ديني ديني F L نط على A في دلتا L ده عبارة عن معامل المرونة الطولية هنا الالاستيك بهيفير كلمة الالاستيك قلنا هي عبارة عن مرن يقابلها كلمة بلاستيك بلاستيك لدن أنا عندي هنا جسم مرن جسم الالاستيك يعني خدنا ساخذ كده وخدنا جزء غير جدا من الساخ وكبرناه بدرجة كبيرة كبيرة خالص بحيث أنت ممكن تشوف البوندز تشوف مين تشوف البوندز تمام البوندز دي أهي لما نحن بنضع الجسم تحت لوت تحت سقل تحت قوة يحصل استطالة هذا الوضع الابتلاعي وضع نمبر ون هذا الوضع الثاني تحت under لوت تمام under لوت هنا في هذه الحالة حصل البوندز الروابط هنا حصل لها استطالة يعني هذا الجزء هو هذا الانشيال وده بعد لوت يعني بعد ما وضعنا المادة تحت أثير سقل أو قوة لو رفعنا السقل بتاعنا بقي عن اللوت سيجد return to initial shape سيجد الوضع الابتدائي بتاعه return to the original shape when the applied load is removed سيجد الوضع الأصل بتاعه لما القوة المسلطة أو الحمل المطبق يزال الوضع عندي مادة لم تتطبق عليها قوة F حصل استطالة في هذا الجسم استطالة ممكن يكون مقياس L NOT DLTL مثلا استطالة في السلك مقدار DLTL وبعد رفعنا return to original shape when the applied load is removed يعني عندما نزيل السقل السقل الذي لدينا بهذا الحالة ترجع جسم إلى وضع الأصلي وبالتالي يسمونه elastic behavior أو elastic material مادة مرينة هنا عندما نرسم علاقة بين القوة والتغير الحاصل نجد أنه لدي non-linear elastic و non-linear elastic وهذه مادة مرينة مادة مرينة خطية وهذه مادة مرينة غير خطية ماذا حصل عندما بدأت أزود الحمل في هذا الاتجاه برضو يزيد الثقل في نفس الاتجاه ولو أنا ربطيت أرفع الثقل بتاعي بنجد أنه يأخذ نفس ال behavior يعني الخط زيادة وبعدين في حالة النقص يأخذ نفس الشكل يسمونه elastic means reversible عملية قابلة للعكس عملية قابلة للعكس تمام يبقى elastic means reversible جسم الجسم لدي بلاستيك behavior بلاستيك behavior هو الجسم اللدن أو السلوك اللدن مادة لدنة بلاستيك material نفس الكلام لدي المادة في وضع الابتدائي الانيشيال position أو الانيشيال situation حطتها تحت under load تمام طبقت applied load load في هذه الحالة الانيشيال بلاستيك الرابط يحصل لها and plans share و المستويات يحصل لها قص بهذا الشكل تمام انا عملت load رفعت الثقة بتاعي حصل انه plans still shared تمام الانيشيال 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 كانت معنى ذلك could not return to the original shape when the applied load is removed هذا معنى انه ليس من الممكن ان ترجع الى الشكل الاصلي بتاعه دم تكون مادة plastic ليس ممكن ان تعود الى وضعها الاصلي او شكلها الاصلي بمجرد زوال المؤثر الخارجي معنى ذلك ان plastic means permanent دائم هذا معنى ذلك ان elastic means reversible لكن plastic عملية لادنة تمام او جسم لادن means permanent بمعنى دائم هنا stress strain behavior علاقة بين stress والstrain اهو هذا strain يعني من قياس للطول للتغير في الطول وهو delta L القوة يعني ممكن علاقة بين القوة والتغير في الطول change in lens نجد ان typical stress strain behavior for a metal showing elastic and plastic deformation تمام السلوك بين الاجهاد والانفعال السلوك المثالي تمام لمعدن يوضح التغيرات المرنة والغير المرنة في هذا المعدن هنا انا انا بعمل علاقة باللون الاحمر الريدلاين ده تمام الخط الاحمر نجد ان هنا في the proportional limit b يعني هنا في limit b and the yield is طبعا هنا proportional limit يعني حد التناسب هو b وهنا في حد الخضوع اللي هو النقطة دي الخضوع ده معناه ان المادة بعد هذا الحد بيحصل تشوه دائم تمام يعني اول ما تصل المادة انت توزق يعني المادة لو انت زودت الثقل ثقل 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 حصل التشوه صعب المادة ترجع الواضح الأصلي تمام و as determined using the o.oo two strain office method يبدأ هنا في حصل التشوه الجسم طبعا لما يرجع ثاني لما ارتفع الأسقال لغاية السوق الزيرو بنجد حصل استطالة تمام مقدارها صغير جدا where there is no noticeable plastic deformation يعني تشوه غير ملاحظ أو غير يعني مش كبير قوي be is the gradual elastic to plastic tension والbe هنا عبارة عن المرونة التدريجية to a to shed الشد الذين الانتقال الذين